بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم، معكم المعلمة أريج حسن من مدرسة زهرة الأشرفية الخاصة، أهلاً وسهلاً بكم طلاب وطالبات الصف الرابع. اليوم بإذن الله سنقوم بحل أسئلة الفهم والاستيعاب والكتابة معاً. معاني المفردات والتراكب السؤال الأول، صل الكلمة في العمود الأول بما يناسبها من العمود الثاني. كدمات هي آثار في الجلد ناجمة عن ضربة جسم صلب دون جرح، خدوش آثار في الجلد دون إسالة الدم، أما الضماضات فهي لفائف تربط بها الجروح أو الكسور. السؤال الثاني، اختر من الصندوق كل كلمتين تقاربان في المعنى الكلمة في الأسفل واكتبهما في الفراغ. لدينا ابتكار، تطبيب، جهز، أعطى، أخذ، معالجة، اكتشاف، وهبى، وحضر. إذن هنا يا رابع سنختار مرادفات الكلمة الموجودة في الأسفل. ما معنى مرادفات؟ أي الكلمات التي لها نفس المعنى. إذن هي تختلف بالحروف، لكن لها نفس المعنى. عدة، جهز وحضر، اختراع، ابتكار واكتشاف، مداوات، معالجة، وتطبيب، أما منح فأعطى، ووهب. السؤال الثالث، اكتب في الفراغ أمام كل جملة معنى ما تحته خط مما بين القوسين. الكلمات الموجودة بين القوسين معقم، تطوير، ترقية. ألف، منح الجندي رتبة أعلى لكفاءته، رتبة أعلى، ترقية. با، ربطت الطبيبة الجرحة بقماش خال من الجراثيم، خال من الجراثيم هي معنى كلمة معقم. جيم، تعمل الشركات على تحسين منتجاتها باستمرار، تحسين هي معنى كلمة تطوير. الآن أسئلة الفهم والاستيعاب يا رابع، افتح دفترك لو سمحت، وصوب الخطأ إن وجد. السؤال الأول، ماذا يفعل أحدنا حين يصاب ببعض الجروح والخدوش أو الكدمات؟ إذن سيلجأ إلى مداوات نفسه باستخدام ضماضات الجروح. السؤال الثاني، لماذا فكر ديكسون في اختراع ضماضات الجروح؟ لماذا فكر ديكسون في اختراع ضماضات الجروح؟ إذن لمعالجة إصابات زوجته في أثناء عملها في المطبخ. السؤال الثالث، كيف ساعد ديكسون زوجته على مداوات جروحها بسهولة ويسر؟ ماذا فعل؟ إذن ألسق ديكسون قطعا صغيرة من القماش النظيف المعقم في منتصف شريط لاسق وجهزها للحالات الطارئة. فاستطاعت بذلك زوجته من مداوات جروحها بسهولة ويسر. السؤال الرابع، بما حظي ديكسون بفضل اختراعه؟ نال ترقية بفضل اختراعه؟ السؤال الخامس، اقترح عنوانا آخرا للدرس، اقترحت عليكم اختراع ديكسون، إن كان لديك عنوانا آخر فلا بأس. الآن أبناء الطلبة سنعود إلى التدريبات بإذن الله تعالى في الحصة القادمة بعد شرح قاعدة المفعول لأجله. ننتقل معا إلى الكتابة. اكتب كلمتين على نمط كل من الكلمات الآتية. اخترع، اذن سنكتب كلمات على نمط هذه الكلمات الموجودة. اخترع، اكتشف، وابتكر، ولاحظ همزة الوصل. السق، أبدع، وأقسم، أيضا همزة قطع. اكتب، ارسم، ادرس، همزة الوصل. أخذ، أمر، وأسر، همزة قطع. استعمل، استخدم، واستغفر. إذن هذا السؤال يا رابع يريد منك أن تكتب كلمات على نمط هذه الكلمات الموجودة مع مراعاة همزة القطع والوصل. السؤال الثاني، ضعي الهمزة المناسبة في الفراغ في كل مما يأتي. همزة القطع والوصل. دائما أقول لكم يا رابع للتفريق بين همزة القطع والوصل. ضع حرف العطف الواو أو الفاء ثم الفض الكلمة. إذا لفضت الهمزة هي همزة قطع. وإذا لم تلفظ الهمزة هي همزة وصل. إذا سقطت الهمزة ولم تلفظ هي همزة وصل. ألف استقبل أحمد ضيفه بحفاوة استقبل وضعت حرف العطف الواو وسألفظ الآن واستقبل أحمد ضيفه واستقبل. لاحظ معي يا رابع كيف لم تلفظ الهمزة إذن هي همزة وصل. با انتبه الماشي إلى حركة السيارات وانتبه وانتبه. لاحظ معي يا رابع أيضا كيف لم تلفظ الهمزة إذن هي همزة وصل. جيم أسر جنودنا كثيرا من جنود العدو. وأسر وأسر لفضت الهمزة إذن هي همزة قطع. لأنه لا يصح أن أقول وسر جنودنا لا معنى لها. إذن وأسر همزة قطع. دال وأرجع علي الكتاب إلى المكتبة. لاحظ يا رابع وأرجع لفضت الهمزة إذن هي همزة قطع. ولا يصح أن أقول وارجع علي الكتابة. لا معنى لها. إذن هي وأرجع همزة قطع. ها اجلس أمام الحاسوب جلسة معتدلة. واجلس. واجلس أمام الحاسوب. إذن لاحظ كيف لم تلفظ الهمزة. إذن هي همزة وصل. واجلس أمام الحاسوب. إذن هي همزة وصل. أما التعبير يا رابع السؤال الأول. رتب الكلمات الآتية لتؤلف جملة مفيدة. الجوائزة تكريما المدير للمتفوقين وزع. إذن سنقوم بترتيب هذه الكلمات لنؤلف جملة مفيدة. وزع المدير الجوائزة تكريما للمتفوقين. إذن هذا هو الترتيب الصحيح. أما السؤال الثاني من التعبير فسأتركه واجب عليكم.